أكد صاحب سمو شيخ سعود بن صجر القسمي عضو المجلس على حاكم رأس الخيمة أن أمن وأمان المواطنين وجميع من يعيش في رأس الخيمة في صدارة أولوية الإمارة جاء ذلك خلال زيارة صاحب سمو شيخ سعود بن صجر القسمي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يرافق سمو شيخ محمد بن صعود بن صجر القسمي ولعهد رأس الخيمة حيث دشن سمو مشروع المدينة الأمنة الرقمية الذي يعد أحد أهم مشاريع صندوق رأس المال الاستثماري الشرطي في مجال الأمن التكنولوجي وتحول الرقمي لإمارة رأس الخيمة الرامي إلى تعزيز مستوى جودة الحياة الأمنية في الإمارة وأكرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد بعد الزيارة كلا من مع علي الفريق ضحيخ الفانتميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادة الشرطة بالدولة وسعادة اللواء مهندس وليد المناعي مدير الإدارة العام للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المشرف العام للمشروع ومنحهما ميدالية الجدارة